الحمد للأول أعرف رأيكم في فسخ التعاقد بالتراضي ما بين بيتسو موسماني وإناد الأهلي يعني أعتقد أن كان في بعض الشواهد بتقول إن الموضوع مش هيطول وإن هو هيجي من عند بيتسو لأن زي ما شفنا الفترة الأخيرة كان يعني في بعض السلبيات تخص بيتسو موسماني تحديدا في التعامل مع إدارة المباريات إدارة التدريبات ده كان واضح إن في يعني إدارة الكرة في الأهلي ما كانتش هتصبر على الوضع ده كتير أو كانت هتطلب منه بعض الأمور ويمكن بيتسو شوية في شخصيته عنده حتة العناد أو مش العناد إنه يتمسك ببعض الأراء يعني اللي تخصه فكان في شواهد بتقول إن ممكن الموضوع ما يطولش للآخر يعني ولكن في النهاية وبيتسو جزء من تاريخ النادي الأهلي والحقبة اللي قاعد فيها بالتأكيد هتتذكر في تاريخ النادي الأهلي كأول مدرب أفريقي من داخل أفريقيا يبقى موجود ويحقق مع النادي الأهلي نجاحات على وسط قر بالزبط يعني فالنهاردة نادي الأهلي بطولتنا على التوالي دوري أبطال أفريقيا ونهائي ثالث فيه 2 برونزية لكاس العام الأندية فيه بطولة لكاس مصر فيه 2 سوبر أفريقي يعني فيه بعض النجاحات طبعا اللي هي جيدة جدا واستخلت زي ما بنقولها هتبقى مكتوبة طبعا في التاريخ وفيه بعض الإخفاقات اللي لازم توسكر وبيتسو موسيمانيا تحمل جزء منها زي ما تكلمنا قبل كده إن احنا في النادي الأهلي ونعلق شماعات في جانب طبعا لو على خسارة الدوري الموسم الماضي في جانب كبير يخص التحكيم إنه كان مؤثر في بعض المباراة ولكن كان في بعض المباراة كان فيه أخطاء فنية الدوري الموسم الحالي كان بادي كويس بعد كأنه كان فيه مشاكل فنية الأجهزات الكتير تحس إن الجهاز برضو كان لازم يستكمل بشكل معين عشان خاطر قائمة النادي الأهلي قائمة كبيرة يعني أنا شايف طبعا فوجة نظري أكيد إن لما بيحصل قرار زي ده في وقت قريب من ضغط ماشط يعني بيبقى زي ريسك كده بالقول لكن إن شاء الله حضراتك قلت كلمة مهمة جدا في الإنترو إن ساعات حاجات زي كده بتبقى هي هتدافع لوحدها للمجموعة اللي بتكمل لإن أكيد اللعيبة دلوقتي مية في المية هو عارف إن كل الأمور مصلطة عليه كابتن ساميهم صان طبعا هو اللي هيتحمل المسؤولية بفتري فعارف أكيد إنه حاليا هو الرجل الأول فلازم التركيز مضاعف التركيز عند اللعيبة هي مضاعفة نقول ساعات كده اللي هو إيه لعله خير نادي الأهلي على مدار تاريخه لا يقف على أي اسم لاعب لعبين كتير نجوم أساطير اعتزلوا وراحلوا عن نادي الأهلي نادي الأهلي كامل مدربين نفس الكلام في النهاية نحن بنحب النادي الأهلي بنقول لبيتس موسماني شكرا على الفترة اللي انت قضيتها في النادي الأهلي وعلى النجاحات اللي انت حققتها ولو فيه إخفاخات احنا برضو يعني خلاص بما إنك مشيت اللي عدى عدى وبالتوفيق ليك في قراراتك اللي جاية والنادي الأهلي مستمر في طريقه وإن شاء الله جمهور النادي الأهلي يعيبع عليه دور كبير جدا الفترة اللي جاية في 2500 تذكرة في كل مباراة نتمنى إن جمهور النادي الأهلي يخلصهم بالكامل بداية من مباراة إسترن ثم الزمالك ثم المحلة وبعد كده بيرامدز في الكاس لأن المرحلة اللي زي دي بيبقى دور الجمهور مهم جدا 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 أنه يفضل مساند للنادي مساند لقرارات النادي أي حاجة بتحصل أه من نقول كان نفسو بيتسو يكمل ما فيش مشكلة كان نفسو بيتسو يمشي مشكلة في الآخر هي وجهات نظره هي في الكرة حضراءات كابتن إسلام عارف في الكرة ممكن يبقى في رأيين صح يعني مش لازم كل حاجة غلط يعني في كثيرهم أحيانا ممكن رأي حضراءك يبقى صح ورأيين يبقى صح ولكن في النهاية الأهم نحن نقف ورنا دينا جيمي طيب يعني يمكن تكون كلامي شوية هيكون حاد هحط الأمور في مكانها يعني رقم واحد هوجه رسالة للجمهور النادي الأهلي لأنه بدل عليه العامل الأكبر في الوقت الحالي أنت مشجع للنادي الأهلي مش لقى فرض ولا أي مدير فاني الكابتن سامي أمصان هو الأولى بالمسندة والمؤذرة خلال الفترة اللي جاية من أي فرض تاني أي أن كان هو مين بيتسو موسماني بلا شك كتجربة إجمالا للعشرين شهر واربعتاشر يوم أو تلاتاشر يوم اللي تواجد فيهم بيتسو موسماني داخل النادي الأهلي هي تجربة نكحة بلا شك فيها أخطاء فيها هناك بعض التقصير داء وارد لكن لما يجي قيم التجربة إجمالا بتكلم على فوز بدوري أبطال أفريقيا نسختين السوبر الأفريقي ميداليتين برونز في كاس العالم للأندية لكن كان عندنا مشاكل على الصعيد المحلي خسرنا الدوري العام خسرنا السوبر المحلي فإجمالا للتجربة نكحة شكرا بيتسو موسماني نقطة صفحة واتقلبت في تاريخ النادي الأهلي من النهاردة بنبتر يوم جديد بنساند الكابتن سامي قوصان في مسيرته طبعا في بيان النادي الأهلي النهاردة أعلن أنه مدير فني مؤقت ما أعلنش المدة لكن مدير فني مؤقت فإحنا بنسانده أيا كان الفترة اللي موجود فيها لأنه أولى بالمساند إجمالا بقى المشهد بقى من فوق ما ظنش أنه مؤثر أو يفرق كتير التفاصيل إيه خلف الكواليس ليه مشي ليه قعد النتيجة في الآخر الأوتبوت اللي ظهر أنه الراجل ما بقاش موجود كان مديرا فنيا للنادي الأهلي الآن هو المدير الفني السابق للنادي الأهلي انتهت قصة وخلصت أنا ليه بتشد الوراء ليه مصامم قعدة وص ورائي دي نظرية الواقعية الواقعية أنه خلاص بيتسو موسماني أصبح مديرا فنيا سابق للأهلي فبلا شك بلا شك النادي الأهلي إيه الفريمة بين النادي الأهلي وأي نادي تاني أنه دايما بيبص قدامه تعودنا تربينا على كده هتبص جنبك هتبص وراك هتقع الباب تقفل خلاص بنساند اللي موجود أيا كان مين وده عادة جماهير النادي الأهلي عشان كده رسالتي في بداية كلامي كانت لجماهير النادي الأهلي نتمنى التوفيق للجميع نتمنى التوفيق للجميع لكن بعض الجماهير من حقها أنه عندها تخوفات لحساسية الفترة لكن لازم أقول أنه أطوطين مهمين هذا هو التوقف الأخير حتى نهاية الدوري لا يوجد توقف آخر حتى يوم 38 من هنا لـ 38 أنت هتلعب كل 3 يام كنت تتوقف إمتى وتعمل مراجعة للأخطاء إمتى وتحاول تصحيح المصار أعتقد أنه موضوع دا كان له دور كبير في اتخاذ القرار سبع هنا أو هنا طبعا دي نقطة النقطة التانية التعليل بأنه النادي الأهلي خسر مدير فني كبير أنا شوية مش مع الرأي ده آه مدير فني جيد نجح لكن لما أجأ أقول النادي الأهلي لا يتوقف الزبط كده النادي الأهلي لا يتوقف هو مدير فني كبير أجيبي برد طبعا طبعا أنا أكلم على قصة الخسارة وخلينا نفتكر النهاردة نتمنى التوفيق للجميع لكن اللي بيخرج برى النادي الأهلي أيا كان الأسباب وأيا كانت التفاصيل خسرته بتكون أكبر الكيان دايما باقي النادي باقي بأفراده مشي هديكوتي بعد ما قاعد سبع سنين واستمر النادي الأهلي في حصد البطولات مشي جوزي وجيه ثلاث مرات في ثلاث حقب زمنية متعقبة ونجح ومشي وخرج برى النادي الأهلي يمكن ما حققش ما نقول جوزي مدير فن عظيم لكن خرق محققش اللي حققه في النادي الأهلي عظيم داخل النادي الأهلي طبعا نعم عشان كده محققش برى النادي الأهلي إذن أي مدير فن دايما مكسبه الأول أنه بيدرب النادي الأهلي فخسرته لما يخرج أنه ترك النادي الأهلي أيا كانت الأسباب والمقدمات وهنا تاني جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيقفش على حد بيدوكوتي تواجد ومشي جوزي تواجد ومشي كل المدربين اللي نجحوا خلال كل الفترات النادي الأهلي يكمل بعديهم فايلر في عظم الناس كتعاملة قزمة كبيرة أنه مشي ورحل فيه توقيت كريتكال وخلينا فكر الناس بس فايلر مشي قبل سمي فاينل بطولة أفريقيا وداد بتكلم على المباراة الأصعب في السيزن سابني ومشي والأمور مشت والنادي الأهلي كسب بعدها ما قالني جوزي مشي والنادي الأهلي توق بطولات أفريقيا بعد مع مديرين فنين محليين إذن هنا أنا لا أعقب على جودة مدير فني من عدمه أي مثال وبالفعل مدير فني جيد طبعا طبعا حد الشيادة يشكك في هذا الكلام وفترته فترة نكحة جدا مع النادي الأهلي ما ينفعش نقول غير كده لكن وصلنا إلى مرحلة أنه وجب تعديل بعض الأخطاء وانتهت العلاقة فانتهت العلاقة بشكل يليق بالنادي الأهلي ومدير الفن